موسيقى بصوا بقى ازايكم لا على الرجل الذي يطبق حرج فاستحملوني النهاردة بأي شكل مشكلة زي ما كنت بقول للمصطفى أنا بنام في اليوم ساعة ساعة ونص بقى دي ثلاثة أيام تقريبا والله يمكن أكتر كمان مش أكتر في عدد ساعة النوم أكتر في عدد الأيام اللي أنا صحية بس مش دي المسألة النهاردة هو يوم من أهم الأيام يوم مشهود زي ما بيتقال مجلس النواب الجديد البرلمان الجديد تحديدا في العاصمة الإدارية الجديدة كان بيشهد جلسة أداء الرئيس عبدالفتاح السيسي اليمين الدستورية لفترة رئاسية جديدة وطبعا زي ما كنت بقول لكم بارح وده إعمالا لنص المادة 144 من الدستور المصري العاصمة الإدارية الجديدة دي شيء أكتر من بديع بالمناسبة العاصمة كلها هذه المدينة التي نراها اليوم بالمناسبة هي جزء من كل يعني إيه اللي احنا شايفينه ده جزء من مشروع أكبر بكتير أضخم بكتير من اللي موجود دلوقتي على الأرض من الشكل المادي اللي احنا شايفينه دلوقتي ده لأنه لسه على مر سنين كتير جاية بإذن الله هيبقى عمال بيكبر وبيتوسع وما إلى ذلك ده واحد اتنين بعض الناس لازالت تتحدث في كلام الحقيقة أراء عجب العجاب عجب العجاب وكان لازمتها إيه العاصمة احنا لسه أعنين عمالين بنعيد ونزيد فلازمتها إيه العاصمة الإدارية بالمناسبة يا جماعة مصر الحديثة اللي بدأ تاريخها الحديث يكتب تحديدا من 1805 مع بداية الأسرة العلوية مع حكم محمد علي واللي امتد الحد 1952 محدش كان بيقول ولازمته إيه شرع الدووين عارفين شرع الدووين ولا لأ أقولك شرع الدووين إيه زمان كان مكان الحكم هو القلعة نفسها اللي احنا بنسميها كده قلعة محمد علي قلعة صلاح الدين والأصر فوق كان ده مقر الحكم فمرحلة لاحقة قرروا ان هم يبنوا مباني للوزارات اللي هي دلوقتي شرع مجلس الشعب وحاجة اسمها شرع الدووين قبل ما تخش كده أو انت داخل على ميدان لازغلي ده كان المقر بتاع الدووين والوزارات اللي تم إنشاءها أنا داك في القرن التسعة عشر في النصف الثاني من القرن التسعة عشر محدش قال وليه ما كنا كملنا في القلعة فوق حدش قال كده لانه ده جزء من معطيات الحداثة والتطور والتحديث اللي بيحصل في البلاد مصر اللي كانت بتتحكم زي ما كنت بقول لكم من ألاف السنين في لقصر طيبة أو ميت رهينة منف مثلا هي هي برضو مصر اللي اتحكمت في مرحلة لاحقة مع بداية ولاية عمر بن العاص ليه الفستات؟ هي هي القطائع هي هي القطائع هي هي قاهرة المعز بتكبر بتتوسع العاصمة الإدرية اللي قدام حضرتك ده هو امتداد طبيعي للتاريخ دي عجلة التاريخ المستمرة التطوير والتحديث أنا عايز أعرف هو مين اللي عجبه القاهرة بوضعها المزدحم الحالي يعني مين اللي بيفكر في ده؟ ثم تعالوا هنا أنا أتذكر زمان أيام الرئيس الراحل الشهيد محمد أنور السادات عندما كان هناك تفكير لإنشاء ما أنا عارفه الآن باسم مدينة السادات حتى تصبح مقرا جديدا لإدارة البلاد ده على سبيل المثال وده كان تصورات في أيام ما بعد اغتيال الرئيس محمد أنور السادات كانت هناك أحاديث بدأت في النصف الثاني من التمانينات أنا حضرت جانب كبير جدا منها وكنت طفل في بيوت أكبر كتاب ومثقفين مصر وفي مكاتبهم وهم بيتكلموا على أنه آن الأوان أنه يتم نقل العاصمة ولماذا لا يقوم النظام الحاكم بنقل العاصمة القاهرة أصبحت مكتزة مزدحمة القاهرة تزداد تلبوسا احنا عاوزين نفضي القاهرة التاريخية علشان نشوف المباني اللي موجودة فيها ونعدها إلى بهاءها القديم ويعملوا حاجة جديدة يديروا منها الحكم وبالتالي نقدر أن احنا نوزع هذا الازدحام نقلل الازدحام ونوزع هذه الكتلة السكانية الضخمة جدا اللي كلها ربع مصر في القاهرة مين بقى اللي لسه بيفكر في قصة ولزميته ايه ثانية واحد وأصل المباني دي فخمة بزيادة انتعارف عارف اللي مستخسر النعمة في نفسه يعني انت عاوز تاخد مباني نصكم عاوز شكل عادي تقليدي الله طب ما هو ثلاثة ربعك وكانوا بقولي يا سلام احنا عايزين يبقى عندنا انا اقولك بمونطق عايزين يبقى عندنا زي دبي طب اهو عايزين يبقى عندنا زي ابو زق اهو عايزين يبقى عندنا زي نيويورك اهو عايزين يبقى فيه عندنا زي برق اهو يعني عاملك ايه اللي حضرتك طلبته على مدار تقريبا تقريبا خمسة واربعين سنة متحقق قدامك اللي حضرتك طلبته خلي بالك انا لا ادعي ان انا شخص لا شجاع ولا بتاع انا ادعي ان انا شخص طبيعي جدا عادي جدا بس انا شخص صريح وواضح ومباشر صراحتي ووضوحي ومباشرتي وموضوعيتي هي اللي بتخلينا اقولك الكلام ده اللي من الممكن ما يتقلكش من حد تاني يعني يعني فيه ناس تقولك اعم خلاص تمام ايوة خلينا مشين بقى وراء السكة بتاعت ايوة صحيح كان لازمتها ايه او اعمل نفسي مش واخد بالي واعد ساكت لا لو انا عايز اصف نفسي بالشجاعة ولك هو جزء من الشجاعة انت تقول الحقيقة حتى لو الحقيقة مش جاعة على مزاجك وزعلش مني عزيزي المشاهد انت على راسي بالمناسبة على راسي جدا لكن لا لو المسألة سليمة ومش على مزاجك انا اسف مش لازم ممشي على هواك اقولك هي سليمة اصليحنا صرفنا فيها فلوس لا يا فن احنا جبنا من وراها فلوس واظن ده قتل بحثا ونقاشا قتل ايه بحثا ونقاشا وبالارقام العاصمة دي محققة فوائد مش عامل عجز لا دي محققة فوائد ده كم متر في الصحراء ما كانوش يتبعوا بخمسين قرش ايامه لما كان بيتباع المتر بجنيه ويوم ما يتنعظم كان بيبيع بدولار على خمسة جنيه ونص للحبايب والقرايب والاصدقاء ايامه زمان دي اقل متر فيها تباع بعشر تناف جنيه للمستثمرين مستثمرين من مصر ومن منطقة العربية ومن بره وحاجة عشرة على عشرة وحققت فوائد والورق موجود وتعلن على حضراتكو بقى ده للمرة عشرات المرات امي مثلا ما تباعد دي الصحة كانت معارضة يا جد مرة من المرات في زيارة لبلد ما عربي وشخصية عربية معارضة كانت شخصية عربية قومية يعني فبدأ يتكلمكن الكلام ده ايام يا رئيس السادات الله يرحم خد بالك وامي كانت معارضة ومرفودة وكانت مهددة وقتها بالحبس خلاص ابن قرار سبتمبر على طول والشخصية العربية القومية اتكلم بسوء عن الرئيس السادات امي كالتو كالتو ده اللي أنا فهمه احنا ممكن نختلف وجهات نظر نقل أدبنا لأ نختلف وجهات نظر بس نبقى موضوعيين نحرط بقى وبتاع ما ينفعش هرجعك تاني على هذا اليوم عشان مش عايز اخد بعضنا ونبقى ماشيين على الدفة اللي بيحاول يوجيهنا لها الاخوان نهاردة يوم مهم يوم مهم مش بس عشان اليمين الدستورية لفترة رئاسية جديدة بإذن الله سبحانه وتعالى في عمر هذا الوطن وبقيادة هذا الرجل الذي قاد الوطن للوضع اللي انت شايفه دلوقتي ده بأكبر أكبر حصيلة دولارية عرفتها مصر في تاريخ بنكهة من وقت ما كان بداية العمل المصرفي في مصر بالبنك الاهلي في بنك مصر ثم صناعة أو القطاع المصرفي المصري والبنك المركزي فيما بعد ذلك أكبر حصيلة دولارية عرفناها في تاريخنا بس كده لا الراجل ده هو صاحب رقم شديد الأهمية على سبيل المثال ده بقى اللي هو الرقم الأحدث أكبر حجم استثمار أجنبي مباشر حصل في تاريخ الاقتصاد المصري حصل في عهد فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي ما حصلتش قابله حبي واحترامي مش للجميع للغالبية باستثناء اتنين يعني للكل باستثناء اتنين قالوا كده فاحنا النهاردة بنشوف يوم مذهل شفنا بعنينا مكان بيتطور كل لحظة وكل يوم اسمه العاصمة الإدارية الجديدة لأ ده احنا لازم نفخر بده ويمكن ده جزء من اليوم اللي حصل وحضراتكم ممكن شايفين فخامة الرئيس وهو داخل على مقر مجلس النواب المصري الجديد بالعاصمة الإدارية ده المقر المبهج الذي يدعو للفخر اللي يفرح بالمناسبة هنا الرئيس داخل طبعا وبصحبته سيادة المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب ومع الوكيلين سيد محمد أبو العنين وما شفت المستشار أحمد سعد طبعا الوكيلين ووكيلين مجلس النواب وبالمناسبة يعني كنا مجموعة من الزملاء النواب النهاردة عادنا نتمشى جوه المكان وعادنا نشوف المكاتب ونشوف التجهيزات ونشوف التحديث اللي حصل قد إيه المكان حديث وقد كده المكان متطور احنا شايفينه في النص بالمناسبة ده سيد مستشار أحمد مناع الأمين العام لمجلس النواب اللي هو في المنتصف فده اللي أنا عايز أقولهولك ده يا جماعة خطوة جديدة خطوة جديدة في مشوار كلنا بالمناسبة بدأنا مع بعض كلنا كنا وقفين على قلب رجل واحد بنفس وجهة النظر بنفس النظر للمستقبل بنفس الأمل بنفس الروح في تلاتين ستة سنة ألفين وتلاتاشر وظلنا مكملين في ألفين واربعتاشر خمستاشر بدأت ناس وخاها يتزغزغ حبا وارد المهم إن احنا لازم بقى كلنا رايحين لنفس الهدف كلنا رايحين فين لنفس الهدف عايزك برضو يمكن هتشوف أيها فخامة الرئيس وهو يتقدم لأداء وحلف اليمين الدستورية أمام نواب الشعب أمام مجلس النواب المصري وأيضا كان بحضور مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ المصري في نفس دا تلقاعة ويمكن دي اللقطة اللي هي تقريبا حوالي ثمانية وتلاتين سانية واللي حلف فيها فخامة الرئيس اليمين الدستوري حاجة الحقيقة أكتر من رائعة أكتر من رائعة بعد حلف اليمين الرئيس يعني قال كلمة تطرق فيها لمجموعة من المواضيع العامة الخاصة بينا عموما في مصر سواء إذا كانت داخلا أو المتعلقة بالإقليم ويمكن دا كان ساعة كلمة فخامة الرئيس يا سيدة كرام إحنا بدأنا المشوار كلنا سوا وعايزين نكمل المشوار كلنا سوا نختلف زي ما كلنا عايزين إحنا هنختلف بس إحنا مش هنمس شيء وراء دفة الإخوان ولا دفة ألاضشهم اللي مترميين في لندن دول إحنا هنكمل مشوارنا نختلف في بعض وجهات النظر وإي يعني الحوار الوطني معمول علشان كده علشان نختلف وعلشان نتفق وعشان نوصل لحلول ونوصل للأرضية المشترك هستأذنكم نروح لفاصل ونرجع نكمل الكلام حد يستكتر على نفسه الجمال والشياكة والحداثة والفخامة دي بالزمة ده إيه إيه ده المكان ما هيب بالمناسبة طيب خلونا نكمل كلامنا بعد إذن حضراتكم على مراسم التنصيب التاريخية لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي والخطاب الذي يحمل القسم باستكمال البناء يا سيدة كرام مصر زي ما كنت بقول لكم كلنا دون أي استثناء بدأنا المشوار وهنكمله بأمر الله سوى مهما كانت اختلافاتنا في وجهات الحوار الوطني معمولة شان نختلف في وجهات النظر ونتفق على وجهات نظر أخرى ونجد أرضيات مشتركة ونكمل المشوار بتاعنا لأجل الجمهورية جديدة معنا على تلفون سات المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية الحوار الوطني أهلا 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 فندم أستاذ يوسف إزاي حضرتك إزاي الصحة فندم كل تمام الله يخليك كيف رأى المستشار محمود فوزي هذا اليوم الحقيقة أنا كنت سعيد جدا اليوم كان منظم إجراء دستوري وفقا بإجراءات البرلمانية المعتادة السيد الرئيس يعني يستهل لمدته الرئاسية الجديدة بأداء اليمين الدستورية من مقر مجلس النواب الجديد في العاصمة الإدارية الجديدة الحقيقة أن المجلس على مستوى المبنى والشكل كان مبهر ويعني يليق فعلا بالجمهورية الجديدة سيد رئيس مجلس النواب ألقى كلمة بعد كده يعني بعد ما أدى سيد رئيس اليمين سيد رئيس ألقى كلمة مطولة وضح فيها مستهدفات العمل الوطني في المرحلة المقبلة طبعا استمعنا جميعا بهذه الكلمة بإنصاف وبعد ما الكلمة انتهت ركعت الجلسة ثم انطلق باقي اليوم للنصب التذكاري والاحتفال يعني هذه المناسبة بعيدة صحيح طيب يمكن من ضمن المشوار اللي احنا بدأناه زي ما كنت أنا بقول من شوية واللي بإذن الله سبحانه وتعالى نكمله جزء وركيزة أساسية من هذا المشوار السادة المستشار الحوار الوطني والكل كنا النهاردة بنتكلم على الجلسات القادمة من الحوار يعني الجلسات القادمة هتبدأ تستكمل إمتى هتستكمل بعد العيد ولا ممكن من الأسبوع القادم وأبرز الجلسات أو أبرز المواضيع اللي هتبقى موجودة على الطاولة طبعا نحن لازم النهاردة يعني من اكتاشا السيد الرئيس عندما تكلم عن ملامح الإصلاح السياسي ذكره وبشكل متقدم جدا في خطابه قصة الحوار الوطني والحقيقة أن الحوار الوطني أزبط على مدار الشهور اللي فاتت أن هو آلية وطنية نافعة لكل الأطراف وأن هي فعلا أوجدت حالة من الانتجام داخل المجتمع المصري وخلت المعارضة تتكلم وخلت المثقفين والخبراء يطرحوا أعراءهم وخلى في حالة من الحيوية داخل المجتمع المصري أستاذ يوسف الحوار الوطني حدد 113 عضية خلص منهم حوالي 70 عضية في محاور سياسية واقتصادية ومجتمعية وعقد حوار اقتصادي متخصص وانتهت الجلسات بتاعته وان شاء الله سيعلن عن التوصيات بمجرد عرضها على السيد رئيس الجمهورية القضايا المتبقية في المحور السياسي والمحور المجتمعي يجب على الحوار الوطني أنه ينتهي منها وكل مرة نحن نأكد أن القضايا سيتم منقشتها وستم رفع التوصيات الخاصة بها للسيد رئيس النهاردة السيد رئيس أشار صراحة لأن القضايا المتوافق عليها أن سيادته سيقوم بتنفيذها لأنها بتبقى خارجة بعد مناقشات مستفيدة ومن مختلف قيات واتجاهات المجتمع المصري إمتى الحوار الوطني يتم استكماله يعني أتصور إن شاء الله يعني بعد العيد سيتم الإعلان عن خارطة الطريق بالنسبة للمرحلة المتبقية من قضايا الحوار الوطني لكن يتم المقشفها معه طيب بالتزام من سيادة المستشار أنا مش عايزة طول على حضرك عارف أنك أكيد عندك يعني الكثير من الأمور اللي عاوز يعني تبدأ تشتغل عليها يعني ونقفل بسرعة لكن بالتزامن النهاردة كانت اليمين الدستورية لفخامة الرئيس إن شاء الله يستكمل أو تستكمل جلسات الحوار الوطني هل من الوارد أنه هيبقى فيه مناقشة حول الحكومة في الحوار الوطني هل مناقشة ممكن تتطرق إلى الحكومة في شكل جديد تعديلات في الحكومة تعديلات في مجلس المحافظين تعديلات للشكل العام للبناء المؤسسي للدولة هقول لحضرتك على حاجة أستاذ يوسف وأنت معنا يعني من أول يوم الشوار الوطني حط لنفسه خط إنه هو بيحترم الدستور وبيحترم الاختصاصات الدستورية فيما يتعلق بالحكومة ومجلس المحافظين فده شأن الرئيس وفقا للقواعد الدستورية لكن فيما يتعلق بأي إصلاحات هيكلية الشوار الوطني كلما ناقش قضية ووجد أن في مجال لبعض الإصلاحات فيها بيقترحها لكن الشوار الوطني لا يتدخل في المسائل اللي هي شديدة الطبيعة السياسية اللي فيها اختيار ده احتراما للاختصاص الدستوري لكن نحن مدينة بأصلاحات هيكلية في كثير من المسائل المجتمعية والسياسية وبعضها كان حل توافق والبعض الثاني لزال قيد المناقشة لكن المسائل السياسية مطروكة طبعا للاختصاص الدستوري طبعا طبعا أنا بشكرك جدا 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 سيادة المستشار كل الشكر ومبسوط جدا طبعا أن احنا شوفنا سيادتك النهاردة كل الشكر سيادة المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني طيب حسنا نطلع فصل احنا معانا سيادة النائب محمد أبو العنين وكيل مجلس النواب أهلا 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 زا حرطك زا قصة لوكيف اهلا بحرطك كله تمام وحاتك بالصحة والسلامة رمضان كريم متأخرة شوية وعيد سعيد مبكرة شوية كل سلام طيب والاتنين بأبو دي ربنا يتقبل منه إن شاء الله الله يخلينك رحمه يعني وألف مبروك لمص وقالة مص والشعب المصري كله اه الله وعايز أقولك يعني إن الله لا يضيع عجر من أحسن أعملها النهاردة منظر الحضاري اللي احنا شوفناها ده منظر منظر إدى رسالة رفيعة المستوى للعالم كله للمؤيد وللمعارض للكذاب وللصادق النهاردة المنظر بيقول احنا فين وعملنا إيه ودي بداية يعني الحقيقة اللي أنا بعتبرها هي البداية الحقيقية النهاردة لجني السمار حقيقة رسالة بنتكلم وإحنا يعني فخرين بما تم إنجازه وفي فترة وجيزة جدا آآ آآ واضح رقي الأداء الحصن آآ واضح إنه في مجهود كبير رفيع المستوى بوزل والنهاردة شاكدنا قدام العالم كله بيقول رسالة النهاردة سادة رئيس توج الاحتفالية الكبيرة بالخطاب المهم جدا اللي فضل بينا هاردة وقاله وانا الحقيقة يعني كنت قاعد باستمع عشان استقرق من بين السطور الجديد في خطاب الرئيس فأنا معرفش تعاوزت أني عن ده ياريت 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 الحقيقة يعني أنا عايزة كادمك بالمنتهى الصراحة كده كما جرت العاية نحن بننتقل بالرقي حتى في الفكر وفي الطموحات وفي الأداء وفي شكلنا قدام العالم عشان نقدم صورة حضرية متحضرة برسالة جديدة رسالة جديدة دي اللي قال معلمها النهاردة خارطت طريقها السيدة الرئيس النهاردة سيدة الرئيس في خطابه أكد على موضوعات في غاية الأهمية وبدأ بأهم الموضوع موضوع أمن واستقرار مصر وده لأنه في رسالة أنا بيكلم على كل حدودنا النهاردة فيها مشاكل ومهدادة شمالا وجنوبا وشرقا يعني أنت عارف اللي حصل إيه صحيح لكن النهاردة لما يكلم يقول أمن وأمان مصر دي ما بيجيش من فراغ لا بيتيجي من قائد حطوا خطوط حمراء قبل كده ودها للعالم كله دي خط أحمر مرة قال في الجفرة في الليبيا ومرة قال في تهجير فلسطيني ومرة بيكلم على القدرات بالعيدة أننا مش هنسمح لحد أنه لا يبتزينا ولا يجي ناحية حقوقنا ولا يجي ناحية حدودنا وبالتالي النهاردة كانت أول رسالة أنا بطمن المصريين على أمن وأمان البلد وده الاستقرار وده الحقيقة نقلة اللي حصلت قارن النهاردة أمن واستقرار مصر وأمانها باللحصل من عشر سنين تعرف الفرق على طول إيه فرق السماء والأرض أه بنت عارف شفت المهزلة لك وإحنا كنا فيها ديه والفوضى اللي كنا فيها النهاردة بقى فيه أمن وفيه استقرار وفيه أمان وأنا لا أختيك يعني أنا بقى يمكن من جولاتي بره سواء كان في الأمم المتحدة أو في التحاد الأوروبي أو برنامان الأوروبي أو البرنامات المختلفة حول العالم بالناس بتقول لك بتقول لك الشريك بتاعنا القوي الشريك اللي وله كلمة الشريك اللي قادر على التحدي الشريك اللي اعتمد عليه في المنطقة هي مصر قولا واحدا وده قال حتى رئيس الناتو في بروكسل وأنا واقف كنا بنتكلم على احتفالية 23 يولو في بروكسل والسفير المصري كان موجود والدنيا كل أخت موجودة اتحاد أوروبي بالكامل وأكتر من مئة سفير موجودين مدعوين الحقيقة لهذا الكلام وأنا كنت فخور إن نقول هذه الرسالة إن احنا بندور على الشريك القوي بندور على من له مصداقية وبيرعى الأمانة وبيرعى المصالح المشتركة هي مصر أنا يعني ده تقدير تقدير لمصر وتقدير لقائد مصر النهاردة خطاب الرئيس بدأ بالأمن والأمان وانتهى وانتخل إلى ما هو أعمق بقى كيف نفجر التقاط الكاملة في مصر التقاط الكاملة دي سواء كانت تقاط بشرية أو تقاط طبيعية التقاط البشرية اتكلم على طموحات المستقبل لبناء البنية الفوقية زي ما اتكلمنا قبل كده بنتكلم على البنية التحتية طرق والكبار والغاز والمية والكهرامة خلاص ده موضوع خد وضعه واشتغلنا فيه وشفنا النتائج كلها في مصر كلها شفنا النتائج اللي تغنينا بيها عبر العشر سنوات دي كل يوم فيه إنجاز كل يوم فيه شكل بتغير في مصر فيه محافظات مصر فيه خورة مصر فيه مشروعات الأملاقة اللي موجودة في مصر الناس عارفة كلام دي كله وشايفها وشايف الزهير العمراني لأكتر من عشرين محافظة لما بنتكلم على الأقصر الأذيمة وجبها الأقصر الجديدة بنتكلم عن سوهاج والمسواج الجديدة والبنية والبنية الجديدة واكذا احنا بنتكلم عن رؤية جديدة بطموحات جديدة شملت كل بقاع مصر وانتغلنا فيها من الوقت الدايق الستة في المية إلى اتناشر ودخلينا على أكثر من كده النهاردة احنا بنتكلم على تحقيق قصة جديدة وانا يمكن ما بلقيش حد يتكلم عنها جديد وهقول لك برضو انت كراجل مرموخ في الحافة ومرموخ في في الإعلام انا عاوز أتكلم عن نقطة القيبة المضافة اللي حصلت في مصر لما تتكلم انت مصر كانت فين وقيامها ديه والنهاردة المشروعات الأملاقة اللي حصلت وغزينة فيها الصحراء كلها القيبة المضافة اللي حصلت تخير أرض مخلتش لها قيمة في الصحراء صحراء جردها مليهاش قيم هنا بلما نتكلم على مدن بها بخمسين جنيه مترو جنيه وصعاب خيصة جدا النهاردة المدينة العاصمة الإدارية والساحل الشمالي بكده مخلتش لها قيم لك النهاردة شوف القيم هناك بتأديه حقق كده الأرقام هتوصل إلى وده بيستدبعوا بقية الاستخدام اللي جاي للمستقبل والقيمة المضافة لأصول مصر كلها أنا شايف أن الأرقام لازم تتكلم والأرقام دي لازم تتحدد حتى من جماعة الإحصائيين اللي عندهم إحصائيات اللي قدروا يحددوا النهاردة معالم القيمة المضافة اللي بتتزايد على مصر عبر السنوات نتيجة المشروعات العملاقة والتخير المستنير كلام هيل كلام هيل طيب عايز ننتقل لحاجة تانية نعم يعني أكيد الوقت مش هيبقى كفاية بالنسبة لنا في مكالمة أولا عايزين نتقابل ونعمل حلقة حلوة كده ونقعد نتكلم وناخد الزوايا دي لأن أنا عجبني بصراحة الكلام ده قوي قوي فعاوز بقى ناخده على رحيتنا موافقين متفقين ده اتفاق مبدائي صح كده طيب وقصة كبيرة لأنه شفت المنظر المجلس كان عامل زي النهاردة شفت المنظر الحضاري اللي طالع للعالم النهاردة أعتقد دي رسالة تخرص الكدبين والمضللين وأصحاب الأرحان الرديئة والعالم المشككين النهاردة بداية الإنجاز في رسالة في رسالة ربيعة المستوى وأرجو وأدعو من الله صحونا وتعالى وزي ما سيت رئيس عهد شعبه إنه يبني ويقفل أمن مصر وقدم حياته قبل كلا فداء للوطن إحنا كلنا نقسم أمامه وأمام الله شبحانه وتعالى إن نكون في ظهره ونكون مؤيدين ونكون في كتفه ومطعين الأوامره ومقيمين لأداءه العظيم عشان نبني مصر حديث كل حاجة في أخير نبني الحضارة المصرية جديدة نبني الجمهورية جديدة برؤى الترفسية في المحيط الحياة والإقليم الكبير اللي بيستدعجه وفكر كل مواطن مصري يا ربي يا مساهد أنا مشكورك جدا 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 يا محمد بي كل الشكر سادت النائب محمد أبو العنين وكيل مجلس النواب المصري بعض الفاصل أكيد أكيد هنتكلم على اليوم وهنتكلم على رؤية الست سنين اللي جايين وهنتكلم على دعائم الجمهورية الجديدة طب هنتكلم إزاي؟ هنتكلم مع أول نائبة تترقص جلسة مجلس النواب المصري في جلسته الافتتاحية في تاريخ البرلمان المصري وبطبيعة الحال في تاريخ البرلمانات العربية كتبة الصحفية الكبيرة سادت النائبة فريدة الشباشي استنونا بعد الفاصل شعب مصر العظيم أيها الشعب الأبي الكريم إن تشهيد وتدعيم أسس الجمهورية الجديدة يشهد نمواً وتطوراً كل يوم بما تصنعه أيدينا من عمل وجهد وبما نمتلكوه من إسرار على أن لمصر الحق في الحلم ولشعبها الحق في الحياة الكريمة ولأمتها الحق في المكانة العظيمة بين الأمم اقتباساً من صديقي وزميلي محمد دسوئي رجدي وعمل حلقة مع أسوزة فريدة سمها المرأة الحديدية فعجب وشفت الحلقة برافوها دسوئي دا نمر واحد وطبعاً يا بغتك يعني سبقتنا برضو بس ماشي إحنا عادينا نتكلم على النهاردة وتنصيب الرئيس وعايزين نتكلم على الست سنين اللي جايين الوقت دايق آه هو دايق زي ما كنتم قلوكم في المقدم أسوزة فريدة كتبها صحفية كبيرة طبعاً نائبة طبعاً أسوزة فريدة زي ما كنتم قلوكم كده هي أول سيدة مصرية تترقص جلسة افتتاح البرلمان أو مجلس النواب المصري منذ نشأتي وحتى الآن وبالتالي بما أن إحنا أول مجلس فإحنا إذن أسوزة فريدة تبقى أول نائبة تترقص البرلمان في تاريخ العمل البرلماني العربي منورانا شكراً إزاي حضرتك الحمد لله كله تمام كله تمام الحمد لله النهاردة كان عمل إزاي النهاردة كان يوم رائع أنا عايزة بس أقولك على حاجة أفكرك أنا يمكن أقولت للك قبل كده أنا أول رئيس السيسي مشاورنا عليه قبل ما نعرفه حتى أيوة مجرد أنه هو طيلة وعارفنا ما تفهمش الشعب المصري أنت عارفنا هو كتالوك هو قلنا هو ده من 35 إلى 40 مليون مظبوط يعني قال كلمة أنا يعني استخدمتها وباستخدمها لغاية النهاردة وهي دي اللي خلتني رهنت قلت برقابتي الراجل ده هيعمل حاجة تانية من مصر قال إن الإرادة المصرية لن تعلوا عليها إرادة أخرى وأنا والله العظيم يعني ساعد بحس كده إن أنا فيه حتة زكاة صوانطوطة كده كتير لأنه لأنه بعد كده لقيت إن الرئيس هو كده بيقولنا إن أنا فيه كده ولازم أنتوا تبقوا معايا فعشان كده إحنا كنا دايما في ظهره النهاردة لما أتكلم أنا حسيت يعني لو لو أنا مثلا قادر حدم الدين حريتي كنت قلت له إحنا بنكمل معاك المشوار وأنا كتبت ده بنكمل لأنه هو ورانا قد إيه اللي عمله لمصر في فترة وجيزة جدا ورسم لنا النهاردة في الكلام بتاعه رسم المستقبل المستقبل إن مصر كيف ستكون مصر بقى كيف ستعود مصر إلى مكانها ومكانتها اللي هي البلد اللي فيها اتكلم عن الشباب اتكلم عن المرأة اتكلم عن التعليم اتكلم عن الصحة اتكلم عن الصناعة اتكلم عن الفن دي على فكرة خطيرة كلامه عن الفن النهاردة يعني هو مصري أصيل معجون كده بالمصرية صحيح ولأنه شايف ايه الدور المصري لازم يرجع تاني وبعدين هو احنا شفنا شفنا قد إيه هو إنسان شفنا قد إيه في المقساب بتاعت غزة أنا جيلي طبعا جيلي عواجيز وقضية فلسطين بالنسبة لنا حتى من القلب يعني أنتو كمان الجيل بتاعكو بس دي بالنسبة لنا احنا فضيع حكاية لما هو ييجي يعمل فيه يقولك الجماعة اللي إياهم دول اللي انت عارفهم هو إزاي مصر بتحاربش قلت لهم مصر عملت أكبر حرب ممكنة إنها منعت التهجير هو دي مش حرب طبعا هو لازم الحرب تبقى بخنابق لما الحرب ممكن تبقى موقف يعني هو منع إسرائيل حش من تحتها فكرة إنها تخلي طيب على الحتة دي أنا عايز أستأذن أنا هطلع فاصل لكن على الحتة دي أنا عاوز هنا بقى أرجع لأستاذة فريدة الشباشي اللي خدت مشوار عمرها كله مهنيا وسياسيا للدفاع عن استقلالية القرار المصري الوطني الخالص واللي دفعت جزء كبير جدا من حياتها المهنية بتخليها عن وضعها المرموق في واحدة من أكبر الإزعاعات الناطقة بالعربية والفرنسية في أوروبا مش هسمي أسمها عشان لا نضع أحد اسم معروف يعني ف مسألة استقلالية القرار الوطني المصري ولو خدناها من الزاوية بتاعة الأحداث الإقليمية الأخيرة وتحديدا في فلسطين خليني أروح للفاصل ونرجع مع كاتبتنا الصحفية الكبيرة سات نائبة فريدة الشباشي استنونا لو سمعت إزاي حضراتكم مرة تانية كل الترحيب بدفتنا العزيزة جدا 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 كاتبتنا الصحفية الكبيرة والنائبة فريدة الشباشي وكنت بتكلم على استقلالية القرار الوطني وحتى وإحنا في الفاصل كنا بنتكلم إنه في اللي حصل في فلسطين العالم كله قال تهجير للفلسطينيين ومصر بس بقيادة الرئيس السيسي قالت لا قرار خط أخمر وقرار مصر تم اتخاذه الزبط كده طيب وده اللي خلى على عفوا يعني لا تفضل يا فرحة ده اللي خلى القضية الفلسطينية بقت في الصدارة للوقت كله بيناقش القضية الفلسطينية اللي معه اللي ضد واخذ بالك يعني مش تعاطف يعني يعني أمريكا عمرها ما حتتغير طبعا يعني لكن اللي خلى القضية الفلسطينية تصدرت اهتمامات وأنباء العالم كله زي ما قلت لك سواء مع أو ضد القرار المصري القرار السيسي هل كان متصور هل كان متصور أنه قبل الرئيس لو أنه هذه الأحداث حصلت كان ممكن مصر تاخد نفس الموقف وتغير الرأي العام العالمي وتغير قرارات الحكومات والساسة الدوليين متفتش متخلنيش بقى أقول كلام بعدين ما انتبان عليك عايز تحبسني مقدرش لا يعني أنا النهاردة لما لاقي أن الغرب اتبصت قوي من زيارة الرئيس السادات لإسرائيل أنا كمصرية كنت ضدها كويس مثلا بس لما لاقي النهاردة رئيس بيحط مصلحة مصر الأول وبعدين رأي أمريكا أو رأي مش عارف مين أو رأي بلجيكا مش مشكلة يعني أنا هنا بقى أنا المصرية أنا المصرية المصرية اللي عندي مصر أولا وثانيا ومليون وتحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر زي ما قال السيد التلت مرات زي ما قال فزي ما بقولك لما قال إن الإرادة المصرية لن تعلو عليها إرادة أخرى أنا كتبت مقال قلت نعم أسيسي رئيسي خلاص صح هو ده اللي أنا كنت بدور عليه وأنا بلاقي إنه النهاردة رغم كل الافتراءات ورغم كل يعني المؤامرات الدنيئة والصغيرة إنهم مش قادرين هم يعملون لأن في ما بين 35 و 40 مليون مصري قلوبهم شورت عليه فمقدرش يقوله ده جاي كده بقى ما هو حاولوا الأول إنه يعني بتاع ما فيش يعني ما سبش أي حاجة وبعدين النهاردة على فكرة كمان من الحاجات اللي أكيد انت خدت بلك منها سمعتك ونت بتتكلم إنه هو المرحلة اللي جاية لن يكون للفساد ما كان في مصر بعد كده الفساد يعني الجاشة على التجار والمش عارف لإيه لأ بقى والممينة اللي بتبقى معهم دي كده لأ معلش وخلاص ما فيش حاجة هتفوت تاني ما فيش حاجة هتفوت لأ هو كلامه النهاردة إنه ما فيش حاجة هتفوت المرحلة اللي جاية دي غير اللي فاتت يعني اللي فاتت كان البنى ووضع الأساس والحفاظ على حدود مصر احنا كنا هنتفتت يا شو صحيح يعني كنا هنتفتت يعني كان وكلام كل المجعجعين وكل اللي هنا اللي كانوا الأعداء اللي من جوه واللي من برا إنه مصر زي بقية الدول يعني مصر النهاردة صمودها بهذا القائد العظيم وإصراره على يعني الوطنية المحترمة الحقية يعني هو اللي خلى النهاردة في دول عربية كمان بتسترد على فتح طيب أنا يمكن فضلي بالضبط دقيقة عايزة أسأل إيه اللي الأستاذة فريدة عايزة خلال الست سنين اللي جاية حتى لو قتلي حاجة واحدة عايزة أنه يقضي على الفساد دي أهم حاجة أنا بالنسبة لي القضاء على الفساد هو بداية البناء الحقيقي وإنه كل اللي قالهنا النهاردة يتنفس بالمتابعة مش يعني الكلام والوزراء كل الوزراء اللي هيجوا كل المسؤولين والمحافظين وكله يبقى فيه متابعة ليهم إنه ما فيش حد يجي المكتب ويقعد كده يعني متمام سيادتك كله زي الفل بالضبط كده أنا عايزة أشوف قدامي بقى تقارير بجد إحنا عايزين المصر زي الفل فعلاً وحتبقى هتبقى أدهو أدود نورتيني وشرفتيني حتى ولو كانوا عدد دقائق لالة أستاذة فريدة بس يعني عارفة مدى محبتي يليكي وتأديري واعتزازي وفرحتي دايماً بوجودك معي انت بالوراثة أصدقى ما مش كده اهو طبعاً أنا أعتبر ابنك على طول يعني زي زي نبيل بالضبط متفقين أنا أتشرف أنا طول أشكرك رباني خلي حدث كل الشكر الكتابتنا الصحفية الكبيرة ستة نائبة فريدة الشباشية عضوا مجلس النواب وزي ما كنت بقول لكم كده أو يمكن كيفما سمها زميلي وصديقي جداً للعزيز محمد سيقروز دي المرأة الحديدية اللي تحدت كل شيء في سبيل أفكارها اعتقدتها إيمانها اخلصها الوطني جداً بامتياز مية في المية ومهما بلغت التضحيات خلصة الحلقة لحد كده لو كان لنا لعمر إن شاء الله نقبلكم السابت الجاي في نفس المعاد وبرنامجكم التاسعة سلامات اشتركوا في القناة